نحن هلأ بالوتور فروند سيتي هالمشروع يلي أطلقته شركة ماجد الفوطيم العيكارية ومؤسسة جوزيف خوري تبلغ مساحته حوالي 250 ألف متر مربع من هالموقع الرائع رح ننزل هلأ نقابل مستر سامر بسات مشروع ووتور فروند سيتي فاخر لح ينبنى مقابل مضي يغطي مساحة مثل 50 ألف متر مربع مشروع ووتور فروند سيتي مشروع منتظر بلش في 2011 نتيجة تعاون متين بين شركة ماجد الفوطيم العيكارية ومؤسسة جوزيف خوري وأولادو القاضي المشروع يتضمن عدة مراحل بأول مرحلة اللي بلشت بجون في عندك شقق سكنيه بتطلع على المرينة تحت الشقق السكنيه رح يكون في سلسة مطاعم ارتفاع عشان تار فوق المرينة يعني المنظر انت وقاعدة عم تتغدق ما عم تتعشي هي كلها البوتز يريد قلب المرينة حلاوة الارتفاع البرمناد انه بتجي فوق الحيط الدفاع البحلي يعني وقت اتغط الشمس بالمستقبل لحتشوف الشمس عم تغط بالبحر مش مثل غير مرينة اذا قاعدك انت على البوتز مشروع ووتر فرون سيتي متعدد الاستخدامات بيتضمن محلات تجاريه مطاعم نادي رياضي مشروع اول من نوعه بلبنان رح يقدن تجربة فريدة متكاملة من نوعه بنامط حياة مختلف على البحر الابيض المتوسط مختلف تماما من كل شيء موجود بلبنان والمنطقة اطلقنا المرحلة الاولى من ووتر فرون سيتي في 2011 وشهدنا اخبال واسع من المجتمع المحلي على الفيز 1 مانين بالمية من الفيز 1 لهذا اصدر من داع وخمسة وتسعين بالمية من الاشترول المانية واضعنا مؤخرا حجر الاساس وبلشنا بتنفيذ المرحلة الاولى لمشروع يليل تخلص بنصف 2014 المرحلة الجاي للمشروع هي اطلاق الفيز 2 اللي هي المكاتب الطريقة اللي عم نتعامل اليوم بالبيع بهذا المشروع مختلفة عن حيالة مطور اليوم موجودة بلبنان اللي منعمله من كل شقة تنبيع منشيل على جنب 1000 دولار منحطه بأكام مثلا نحن مع الانفيرومنت اذا صار في حملة من شركة معينة اللي عم تزرع شجر ممكن ندعمه ممكن نساعد حابين نتعامل مع المجتمع بطريقة طويلة المدى وحابين نقدر نحسن ونخدم المجتمع اللي حولينا بطريقة بنائقة تحليل مجتمع تحليل مجتمع تحليل مجتمع تحليل مجتمع تم تقيدنا بمعايير عالمية لحماية البيئة نحن من راحب بالزواء اللي بحبوا يتعرفوا عن المشروع أكتر وبيقلهم ينتظرونا بحيشوفوا أشياء جديدة حلوية بالمراحل القديمة موسيقى من مدينة بيروت البحرية رح نطلع على منطقة الأشرفية اللي بيدورة عم تشهد نهضة عمرانية وفيه بضمنا عدد كبير من الهاي رايز تاورز اللي تعرف بناطحات السحاب ونحن هلأ بطريقنا على الأشرفية شوي عجل السير خلال مقابلتنا لمحافظ بيروت عرفنا أنه فيه أكتر من 80 برج عم يتعمروا بالمدينة ولما كنا بمعرض الحبتور تعرفنا على شركة مينا كابيتل مينا كابيتل مؤسسة مالية تأسسة في آخر سنة 2004 التركيز تابعة على الاستثمار والتطوير العقارة وبانطلقتنا ركزنا على مشاريع بمناطق مميزة بمواصفات عالية وبتصاميم جميلة الثلاثة مشاريع الأولى كانوا رهين سرسو رزدنسز بسرسو هاوشار تاور على البحر وقريتين جاردنز هاللي هي بمنطقة قريتين راس بيروت من سنتين طلقنا بمشروع سكاي جيت بمنطقة الأشرفية اللي هو رحكون أعلى مبنى ببيروت بمواصفات عالية جدا وبتصميم ربح تاني أعلى جايزة بيكان من سنتين لجماله وبين كل المشاريع التي تقدمت عالميا مؤخرا طورنا استراتيجية تابعنا لنركز على شريحة الإكزيكيتبز والبوفيشنلز هاللي هنه تمنياتهم نكونوا بقلب بيروت بمناطق آمنة وقريبة على أشغالهم من هالمنطلق ركزنا على منطقة العدلية وانطلقنا بمشروع اسمه بلا كازا رح يكون مؤلف من ثلاث أبراج على 8000 متر مربع فوق ال5000 متر مربع رح يكونوا حدائق بتضمنها مسابح للكبار والصغار ملاعب للولاد رانينغ تراك الجيم وميكن للراحة الأسهنان تركيزنا هو على أسليب البناء هاللي صديقة للبيئة ومستقبلياً رح يكون فعلنا مشاريع متل مشروع بلا كازا بداخل بيروت ودخارجها بحب قول بس هوني أنه لبنان بلد جميل اللي نحن منفتخر فيه نتمنى لك الخير ويجبنا نشتغل بيد وحدة لنرجع على بر الأمان ونعيد الثقافية أصدنا موقع البناء وكان بانتظارنا السيد ويسام حبشي مدير التسويق والمبيعات نحن موجودين على أعلى تلة بالأشرفية هيدا الشارع هو شارع الحيمري وبالتالي سكاي جيت اللي حتكون مقلفة من 42 طابق اللي حتكون البناء الأعلى ببيروت عن سطح البحر متل ما شايفة عنا البلوك الأول بعدين بيجي البلوك التاني يلي بيعمل شفت على الشمال بعدين بلوك التالت بيروح على اليمين بعدين بلوك الرابع كمان بيرجع على الشمال عنا أكتر من 3000 متر من الجنائن ومن الواتر فيترز الموجودين بالجراوند فلور وكمان الشغلة المميزة بسكاي جيت أنه نحن ستارتنج الطابق السادس أو السابع بيصير عنا فيو على البحر وبين الطوابق العالية تقريبا من الطابق 22-23 بيصير عنا 360 ديجريز على البحر على بيروت على الأشرفية وأكيد على الجبال المحيطة بالعاصمة المشروع الأخير اللي أطلقته شركة مينا كابيتل هو مشروع بيلا كازا يلي بيقع بمنطقة العدلية الأشرفية هيدا المشروع يلي بيتألف من 3 تاور بين 24 طابق 22 طابق و28 طابق المسيحات الموجودة بهيدا المشروع مسيحات تتراوح بين 120 متر للوان بيدروم 166 متر للتو بيدروم و233 متر للتو بيدروم أما بالنسبة لهوشار تاور هو من أبرز وأجمل المشاريع الموجودة اليوم على الواترفروند ببيروت بعين المريسة من أبرز من ذات هيدا المشروع الأوبن الفيو على البحر يلي الشقة بتستفيد منه من جميع الغرف بالإضافة للفيو يلي بيطل على الكامبوس طبع الأيوبي المسيحات بهوشار هي بتبلغ حوالها 575 متر مربع بالإضافة لهوشار نحن عنا ريتم جاردنز فهو بيقع بمنطقة إرايدم خلف السفارة السعودية مشروع مألف من ثلاثة تاورز مسيحة الموجودة هي 340 و355 بالإضافة لإرايتم جاردنز عنا سرسو ريزدنز اللي كمان هو بيقع بشارع سرسو بالأشرفية مقابل مترانية الروم الأورتو دوكس المشروع السرسو already sold out نحن بفترة التسليم حاليا مرسي كتير وسام أخذنا من وقتك ويعتيكم العافية